وطبعا كل ما الرفاهية تزيد كل ما بيتنقق يا اخي من غير رفاهية ده حتى الناس البسطاء اللي هم لما بيقعد ناوي يشتغل شغلانة بسيطة وليكن هيقعد حارس امنة او حارس عقار يعمل له كرسي مريح كده في مدخل العقار ويقعد عليه هو بيعمل له قاعدة وحتى بتروح تقعد مكانه في مرة تقول له الله ده انت الكرسي بتاعك مريح يا حاج فلان هو قاعد طول اليوم ما بيتحركش وجايب ولاد صغيرين ولاده او حتى ناس بتشتغل تحت ايده يشغلهم طلبات بعد ما كان هو اللي بيروح يجيب الطلبات فتلاقيه بعد شوية وعاني من سمنة انت اللي وديت نفسك وابت العمليات ده السؤال اللي هنبدأ فيه حوارنا النهار طبعا ضيف العزيز القمة العلمية الكبيرة والاسم اللامع في عالم جرحات السمنة الذي يبدأ دائما في حواره ويمتعنا بخبراته العميقة الجميلة استاذ دكتور ياسر عبد الرحيم استاذ جرحات السمنة والسكر الاستاذ بكلية طب جامعة انشامس الاستاذ بقسم جرحات السمنة والسكر وعضو الاتحاد العالمي لجرحات السمنة الافسو وجمع المصرير لجرحات السمنة الاسم الكبير اهلا بيك الدكتور اهلا بيك الدكتور اهلا بك 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 ولكن جزء مهم جدا أن تثور على الشخص اللي وصلك ليه أنت جيت لي هنا ليه؟ يعني أما المريض بيجي لي أنت أكيد لفتعد لكثرة الأنظمة الغذائية وحاولت تعمل كل حاجة وبعدهم فشلت فحضرت كونك توصل لعيابة الجراح بعد مرحلة أنك أنت يقست من علاج للسكر والسمنة اللي عندك طب إيه اللي وصلك لمرحلة اليأس دي؟ حضرتك وعشان كده أنا أقول له عايز النهاردة يوم عيد ميلادك أقول لنا عايز فايتر عايز محارب أنا بفرح أقول لعيني دكتور ياسر وقال ليه كده عينه مفتاحة كده أنا ابنك يا باشا أخوك ابناني وأنا حسمع كلامك بحب اللي عنده قوي ومش هغلط في غلطة هتقول هالي بس خلصني من الكابوس اللي أنا فيه اللفظة سمعته من العينين يا دكتور ياسر أنا في كابوس نفسيتي بايزة ومش عارف أخد نفسي وحياتي بازط وأرجوك خلصني من الكابوس قاله تديني وعد إنك تسمع كلامي لو العين إداني الوعد ده وإنه هو جاي محارب وعايز يخلص فلان فيه بعض إخواننا بالذات العرب العرب مش يعني العرب يعني مصر يعني الدول العربية يعني مصر والسعودية والعراق والياما كلنا هو متخيل متخيل غريب جدا أنا أنا عامل عاملات جراحة السمنة عشان خاطر أكل براحتي وما تخانش مش حاجة اسمها كده في حاجة اسمها حدك إن الجراحة حتساعدك جدا 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 مع تغيير في نمط حياتك مع ثورة على نفسك نبتدي إن شاء الله نوصل لإحنا عايزينه بإذن الله ولن إذا زاد وزنك عن 30 أو 40 كيلو لن تصل للوزن الطبيعي تاني غير بجراحات السمنة والسكر إن هي مشكلة الأنظمة الغذائية إنها بتاخد وقت والعيان زي ما قلتها قبل كده دكتور ايمان العام بيجي يعمل نظام غذائي ويقعد يطلع عينه ومش عارف إيه ويقعد شهر خس اتنين تلاتة كيلو يروح عامل إيه بقى خلاص بقى يعني روح واكل يوم العام زايد 7 8 كيلو وبعد كده إيه يفضل ساب نفسه 5 6 وبعد يرجع عيانه من نظام غذائي روح نازل 5 كيلو وبعد زايد 10 كيلو لغات ما العيان في الآخر أما العام بيخس دهون وعضلات وبعد يرجع يزيد دهون يخس دهون وعضلات ويرجع يزيد دهون لغات ما يتحول عين إلى كوم دهنة أنا بسميه كده على أسف في التشبيهة كوم دهنة غير قادر على الميتابوليزم يعني كوم دهون غير قادر على الحرق وبتلاقي العيان بقى يجيلنا في الوقت ده فبنقول العيان لازم تصور على نفسك جراحة ساعدك وانت لازم تغير اسلوب حياتك السؤال اللي بيفرض نفسه بقى فيه فنيات وأشياء مهمة في جراحات السمنة لازم الناس تأخذ بالها منها عشان تدي معدل أمان وما تعانيش من المشاكل لأنه فيه شكاوب تحصل بعض العمليات أو بعض عند ناس يمكن الخبرة قليلة يمكن مش موهوبين فيه على ما تفهام حول بعض العمليات تمام أول حاجة إن الجراح يكون جراح متمرس رقم اتنين إن يكون معاه دكتور تغدير على أعلى مستوى رقم ثلاثة إن يختار المريض الصح للعملية الصح يعني التكميم العيان ما يكونش نهم في السكريات ما عندوش ارتجاع في المريء وعيان عنده نوع من العقلانية ما عندوش تفاصة عقلية ما عندوش نهم عقلي على فكرة مع كتر الخبرة في العيادة هتعرف العيانين تلعين قاعد كده تحسه متأهب للأكل عارف هو قاعد بنتكلم عنه يعني عارف الوقت إيه قاعد فتح بقه تحس كده بتفاصة العين وقاعد قدامك أجيب سيرة الحلويات تلاقي ريء ويجري عندي ارتجاع في المريء وحمودة بلغه سكريات ما بعرفش يمسك نفسي في الأكل لا ده تبقى له عن التكميم دخلوا على التحويل أو سناء التقسيم وقاعد كزا فلازم الجراح يكون سقر في اختيار العيان في اختيار المريض ساعات المريض يقول لها جاي لك أعمل تكميم بعد خمس زي من الكلام ما أقول له آسف مش أعمل لك تكميم لأنك مش هتنفعك هتفشل فلازم دي معاملات أمان اختيار المريض المستشفى المجهزة اللي بتعمل فيها العملية بتفرق جدا في معاملات لما نيجي بقى على إجراء العملية نفسه أو بصينا على إجراء العملية لو بصينا عملية تكميم المعد اللي تبدو عند الشباب الأطباء أنا أسهل عملية بيسموها يعني تعلمها بيبقى سريع لكن التكميم لها فنيات لو بصينا نعملها بالمنظر ما فيش فتح بط بتدخل دباس أمريكاني وما فيش عملية خلاص ما فيش عملية اسمها وفيه لكن لكن عملية تعلمها منحنة تعلمها مش كبير لا دي مش نقيقة بالضبط الله ينور عليك تمام فبعد كده بنعمل بنقص المعدة زي ما أنت شايف بنستقص الـ 70-80-85% من المعدة الجزء اللي احنا شناه على الجنب ده طب العملية دي بتعمل اللي بتقلل هرمون الجوع جدا جدا ودي بقى اللي بتعيد تأهيل المريض الجزء اللي شناه ده في هرمون اسمه هرمون الجريلين هرمون الجريلين ده هو هرمون التفاصة هو هرمون الجوع هو هرمون اللي مسؤول عن النهم هو ده لما بشيل هذا الجزء من المعدة فالهرمون ده لما بقيل بيخلي شخصيتك بتتغير بتوعب بني آدم تاني فنهمك على الأكل بيقل جدا فهي عملية تأهيلية ريها بليتيشن سري هي عملية تعيد تأهيل المريض نقللت هرمون الجوع رقم اثنين قللت حجم المعدة من ثلاثة لتر أكل إلى مية أو إلى مية وخمسين سنتي أكل فقط وساعات كمان بنقللها بتوصل لخمسين أو سبعين سنتي أكل هذه العملية الجميلة بتقلل هرمون الجوع بتقلل كمية الأكل وفي نفس الوقت كاميل علمي بيحس بالشبع بسهولة جدا طيب هذه العملية لها فنية طبعا هم حتة فنية فيها دكتور أيمن البداية تحت بص بقى وانت بادئ تحت تبتدي على بعض ستة إلى سبعة سنتي من نهاية المعدة المعدة عشان ثبت ان ده فيه منظم لحركة المعدة لو انت جرت عليه المنظم ده بيتشال معاك تلال عيان يرجع بعد العملية وفي دي أهم نقطة انك تقسها من تحت بعد كده وانت ماشي اللي هو المنظم ده شوف كتبين ستة سنتي اللي فوق دي ما تقربش من الحتة لنهاية المعدة من تحت عشان تحتفز بمنظم المعدة تحتفز بكوخ المعدة أو بيسموه آآ 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 غار المعدة من تحت هذا الغار لما انت بتحتفز به بيخلي حركة المعدة سالسة ويجيب الأكل من المعدة تفضيها على الأمهاء شكده بيسموها أنتر الميل أو طاحونة المعدة طاحونة المعدة ثبت ان دي فيها منظم زي ما فيه منظم ضربات القلب طب اقول لك معلومة جاملة دكتور أيمان انتو عندكو في البطنة لما بيعيين بيجي له ضربات قلبه طلاغبط بيدوا فيه أدوية بقى كردرون ايه وحاجات اللي بتدوها دي طب لما الدنيا بتبوز بينكو خالص بتركبوله ايه منظم كهرباء ايه بيسميكر بش كده بش كده بتركبوله منظم حلو لما تبوز من نظم لما تبوز بقى خالص بقى بليه تهرت بلوك بالضبط الأدوية بيش جايبة نتيجة بتركبه منظم كهربائي لليه لحركة القلب طب هل تعلم ان النهاردة فيه منظم كهربائي لحركة المعدة ده دي حاجة جديدة بالضبط زي خدناه من القلب ما احنا قشناه من بتقول القلب فيه منظم المنظم الرباني فين بقى في آخر ستة سنتين ده المسؤولة عن ان حركة المعدة تبقى منتظم بالضبط هو ده اللي دايما بيجيب الأكل من المعدة من أعلى يوديه على على الاثنى عشر طب لو انت جرت على المنظم ده شلته معاك بقت المعدة فاقدة للحركة العين يجي له ارتجاع في المدري ويجي له ترجيع دي مهمة جدا جدا نجم في اعتقاد قديم في إجراءة هايزي العملية انك كل ما قربت من نهاية المعدة كل ما شلت أكتر كل ما تخسس العين أكتر لأ اتضح انك كل ما تقرب أكتر حتشيل منظم المعدة والعين ده يرجع الحتة التانية بقى لو رجعنا للصورة الأولية لما تيجي انت بتمشي بقى خلاص قدي أول حتة تاني حاجة انك انت ما تقربش قوي من الفوق خالص الحتة الفؤانية اللي فوق زي ما حدك قلت قبل كده حبة فوق وحبة تحت الحتة اللي فوق لو تلاحظ سيبين زي نص دايرة على يمين المعدة كده عينيك المين فيه فوق خالص حتة كده هلالية زي نص دايرة خلي بالكم ان اللي جوه المعدة ده الأنبوبة اللي احنا بنقص عليها بزعب اللي هو البطرون اللي احنا بنقص عليها البوجي البوجي ده بطرون ده يعني تعبير المجازي اللي هو البوجي ده الأنبوبة بنقص عليها في حتة من المعدة فعلا متسبة جنب البوجي على شو ما اللي فوق اه ايوة فوق هو البوجي ده العلماء قالوا لازم تقص المعدة وجوها الخرطوم ده او المقاس ده عشان تطلع قطعيتك مظبوطة وما تجورش على المعدة فتديق منك فالعيان يرجع طب نيجي بقى الحتة اللي فوق النص دايرة دي دي سنتي ونص بالزبط السنتي ونص ده انت بتسيبه ليه لان هنا اللي بعد الشهر ده ما بيحصل العين حاجة اسمها تسريب تسريب يعني ان الدبابيس تفك الدبابيس تفك في الحية تالي الدبابيس بتفك ليه يا اما الجراح بيستخدم دبابيس رضيئة طبعا بتستخدم دبابيس الامريكي لازم تكون دبابيس امريكية وبنيجي في اخر عملية بنيديها المريض ليطمئن قلبه ان الدبابيس الاسترناكي احسن دبابيس في العالم الحاجة التانية ان الجراح يجور على المعدة شوي بالبلد كده انك انت القصة بتاعتك تبقى لازقة في المريك وصول الدم المريك مش كويس المعدة مليانة دم عكس المريك فلو انت جرت على الحتة دي بقى الدم مش واصل الحتة دي كويس ما تلحمش تروح فتحة طب لو انا سبت السنتي ونص ده انا في رأي السنتي ونص اللي فيه ده هو احد اهم اسرار عملية التكميم طبعا انا بتسيبه اللي هي الحتة الحمراء او الطوبة اللي حدك قلت عليها دي الحتة الطوبة دي وصل لها الدم كويس تلحم بسهولة جدا لو انت رعيت انك انت تقص على البوجي كويس تبتدي على بعد سبع سنتي تحت وتسيب السنتي ونص اللي جنب المريك دول باذن الله باذن الله تجرى عملية التكميم بامان تام باذن الله اهم حاجة بنقول للمريض عشان نعمل لك عملية التكميم تديني الوعدين انك انت اول ما تشبع توقف عشان عملية ما توسعش وانك انت تاكل سكرات بصورة معتدلة عشان كده كثير من الناس النظب يزم التكميم انا مش عايز اعمل تكميم الناس بتدخم بعدها الناس بتدخم بسبب حاجتين ان الجراح اختار العيان غلط او يتجراح ما حذرش العيان من شروط التكميم اذا حذرته من شروط التكميم بيبقى العيان خلاص بياخدها نسب عيون النقطة التانية في عيان عنده سكر في عنده مشاكل في السكريات مش ينفعه تكميم هو راجل ناهم في السكريات فغصبا عنه ده بيتعرف يعني انت لما ديجي تسأله كمان في الهيستوري عندنا ببني نسأل عنه في التاريخ نقول له انت اللي كان بيبوز الرجيم على مدار حياتك يقول لك السكريات انا ضعيف قدام السكريات واحد يقول له انا ضعيف قدام السكريات واحد يقول له عندناها معقل بحشر يا باشي ويا باشي على بحشر واللي عارف البطة اللي بيزغطوها انا بحب الحشر انا بزغط نفسي تزغيط فهم ازاي وبحب السكريات اقول له خلاص اذا انت اعترفت انا بحترمك جدا انك انت معترف في مريض يقول لي يا باشي انا راجل فوضوي أنا راجل بحشر وبلغه وباكل سكريات ما تعتمدش علي في أي حاجة أقول له إذا ما نفعكش التكميم التكميم هي عملية تريد من يحافظ عليه إذا العيان حافظ على التكميم هي عملية رائعة إذا حافظ عليه طيب إذا العيان قال لي لا مش حاضر حافظ عليها يبقى نعمل لك حاجة من تحويل المسار المرة فات كمناها تحويل المسار المصغر نقطة هنتكلم على تحويل المسار سناء التقسيم تحويل المسار سناء التقسيم وبعده هي فنيات جميلة جدا هذه العملية هي في الأصل تكمين هي في الأصل تكمين وبعدين بنضيف عليها حتة تحويل للمسار هنا الفكرة إيه إن إحنا بنعمل تكمين من المعدة وبعد كده لما بتاعتنا طولها 6 مت فهنا التعديل الجميل في هذه العملية المعدة بيسموها الساسي الساسي اللي إحنا خامناها الساسو الساسي المعدل بقى الساسي الأحدث هي الساسي كانوا بيعملوا إيه بيعملوا تكميم ويوصلوا المعدة على الأمعاء بس كانوا بيعدوا الأمعاء من تحت من عند القولون من تحت لأ دلوقتي بقى بنعد المعدة من فوق بنعد الأمعاء آسف من فوق من بدايتها من عند نهاية الأسنى عشر فبنعد 2 متر أو 2 متر ونص ونروح موصلينها هنا لما عملت الواصلة دي بقى يا دكتور أيمن عملت إيه في التكميم بقت هذه الواصلة تحتمل طيش المريض توصيل المعدة على الأمعاء لنتفادة اعتماد التكميم هي عملية تحتاج مريض متحضر مطيع مطيع ومتحضر في التعامل معه أيوة وعارف قيمة أنه داخل قط عمليات وطلع منها بعملية بعملية إذا العيان غير مطيع للإجراءات اللي هنعملها يبقى نعمله الواصلة دي دي هتعمل إيه بقى؟ هتعمل أربع جات هتقل الهرمون الجوع هتقل كمية الأكل الأكل بينزل هي ليس مية ثنائي التقسيم اللي هي الساسي أو الساسو دي لأن الأكل ما بينزل من المعدة اللي راحتي فيه سهمين بينقسم 80% على الأخر 4 متر وعشرين في المئة على الأول 2 متر فبقل الأكل على الأول 2 متر أول 2 متر دي هم الضرر كله بيمتصوا 75% السكريات وبييمتصوا 75% الدهون وبيتعلوا هرمونات ضرر للبنكرياس تسبب السكر فلو أنا قدرت تبعد الأكل عنهم بنسبة 80% فأنا قللت مصنص السكريات والدهون قللت هرمونات الضرر نزول الأكل على أخر 4 متر بسرعة فأنا من مفتاح تشغل أخر 4 متر وعطى الأول 2 متر آخر 4 متر أحبابك أول 2 متر أعدائك دي الفورجات والهيند جات فلو أنا شغلت الهيند جات أو آخر حتى من طاعت إذن دي بتطلع هرمونات تنشط البنكرياس المرضى بيسألوني على فكرة سؤال جميل طيب دكتور ياسر إنت إزاي بتضمن إن الأكل ينزل 80% على أخر 4 متر و20% على الأول 2 متر ما الأكل قدامه فاتحتين عشي كيف سميل سناء التقسيم ليه الأكل يعدي 80% على أخر 4 متر و20% على أول 2 متر أقولهم لأن ببساطة دي فنيات الجراح في العملية الفتحة اللي بنعملها ما بين المعدة والأمعاء بتبقى أوسع من الفتحة التانية الفتحة بتاعت ربنا اللي فتحة البوابة بتبقى أديق حوالي سنتي سنتي ونص اتنين سنتي في الرينج ده التانية بتبقى خمسة سنتي وأوطى وأقرب فدايما نقول لهم الفتحة اللي على اليمين اللي عملناها بتبقى أقرب للأكل وأوطى من التانية وأوسع منها الفتحة التانية أعلى وأبعد وأضيق وعليها سفينكتر عليها عضلة فإذا توافرت شروط التلاتة الدول تخلي أن الكيمياء اللي داخلت فيها أقل طب بالظبط زي أنت بالظبط أنا عندي خرمين أهم كده واحد واسع وواحد ديق إرمى مية هنا معظم مية حيمشى على الخرم الأوسع والأقل حيمشى على الخرم الأديق وده ده جمال هذه العملية جمال هذه العملية إنك إنت مغيرناش في الوضع التشريحي العيان تده تخش تعمل له منظار الأمعاء كلها شغالة ما لغناش ولا جوز بس أنا عاملنا إعادة توزيع الأكل يمشي 80% على آخر 4 متر و20% على الأول 2 متر هنا الوضع التشريحي زي ما هو الأمعاء زي ما هي العيان بيأخد فيتامينات لكن يمكن أقل شوية من تحويل المصاري العادي ولكن وبرضو إن العيان يأخد فيتامينات بعد العملية أنا شاف دي مش حاجة مزعجة يعني ناس كتير يقول لك مزعجة والنهار ده كمان شركات الأدوية تقدمت جدا جدا بقت كل الفيتامينات اللي محتاجها في أي عملية موجودة في قرس واحد بس اسمها وانا داي يعني مفيش مشكلة ودايما نقول للمرضى الناس الجادت مش عايز يأخد فيتامينات على فكرة في قاعدة عايز يقولها لكل الناس أي نزول وزني محتاج فيتامينات حتى لو بنظام غزاء ولو تلاحظت ترقيمة عندنا غلطة كبيرة بساعة لوحد صاحبك جاي الصبح مرهغ كده ووش وشاحب با لك اه فلان يقول لك أسانا عامل نظام غزاء عامل رجيم عامل رجيم هو انا بعمل رجيم لي لانا في قاعدة بتقول يعني افقد وزني تكسب صحة عبرها مكانة المعادلة لو 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 يبدأ دي معادلة خسران ده 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 في الامراض ده في الامراض ده في الامراض كلامك جميل كلام رائع في الأمراض بل أبزوبشن كانسر الحاجات دي لوز ويت لوز هيلس إحنا القاعدة في العمليات بتاعتنا إيه لوز ويت جين هيلس يعني بالعرب إيه افقد وزد وكسب صحة إذا أنا بفقد وزد واخسر بفقد وزد وبفقد صحة يبقى معادلة خسرانة طيب إيه بقى لعلمك بقى لعلمك المريض الناصح بقى الناصح يحرص على الفيتامينات عشان تبقى عالف لقاعدة أي نزول وزد بيحتاج إنك تصبرت أو تدي جسمك فيتامينات حتى عاملوا نظام غذائي معظم ده كترة النظام الغذائي اللي هي بعملوا أنظمة غذائية مش جراحة ما بيديش العين فيتامينات لعلمك أخذ الفيتامينات بيخل عين يفقد وز وعنده حيوية ونشاط ويشكرك وشعره جميل بيش بقى تسقط في الشعر وقش شاحب ورجلي شقائت وجلدي مش عارف حصله إيه تب ليه إيه المانع والنهار ده زينا بتقول ده الأمريكان دلعوا الناس النهار ده أرس في اليوم فيه كل الفيتامينات وبقى كمان رأس عاملة زي الجيلي كولة وحاجة رائعة وقيف العزيزة القيمة العلمية الكبيرة الأساس الدكتور ياسر عبر رحيم أستاذ جراحات السمنة والسكر والأستاذ بقسم جراحات السمنة والسكر بكل الطب جامعة عن شمس ووضو الاتحاد العالمي لجراحات السمنة وعضو جامعة المصرية لجراحات السمنة نورتنا وقبل ما نامشي عايزين نأكد على أن الحملة القومية ما زالك مستمر الحملة القومية لتوفير الأسعار الأمليات بأسعار تكاد تكون سعر التكلفة بقدين علينا المرضى بتوعنا عشان نقدر نخلصهم من كبوس وباق السكر والسمنة وحضو جدا طبعا كنت رائد معنا في توصيل هذه الحملة للناس وربنا يقدرنا على خدمة الناس إن شاء الله نورتها دكتور ياسر بي إن شاء الله نورتها